يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك في طبيعة الموجودات أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق ليه في جمال ليه في قبح خير شر وعدل يا ترى في معنى للقيم من غير البشر وأكيد سألت نفسك قبل كده ايه معنى الحياة كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور من أفلاطون لابن رشد دي ديكارد هنتكلم عن المعرفة الوعي الأنا الأخلاق المعتقد والإيمان العدالة المنطق الشك العلم والجمال هنسافر عبر الزمان والمكان من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب درواد الفلسفة الغربية الحديثة في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين أهلا بيكم في كلام فلسفة الحلقة السبعة والخمسين المعنى والمنطق تحذير بالقصة التالية تحدوي على أوصاف دموية لقصة التالية التي يجري أن ترغبها في هذه النظر أن تجري أن تشعرها ماضي للتواجد ولكنها تحتاج لك المتابعة في المتابعة هل تحرر؟ أرى أنه وبدأ وبدأ كذلك وبدأ كذلك وحن نزل سنوات تحديد ويدا وردنا نسل وقال لعبي تخيلي انك طالبة في الجامعة بطوعت للعمل في مركز تنظيم الأسرة في مدنتك كنت دائما من المدافعين عن المرأة وحقها في تقرير مصرها قبل سنوات بعد عناء وصراع عدة سنوات في زواج لم ينجح بعد انتهاء اجراءات الطلاق اكتشفتي انك حامل بسبب كرهك الشديد لأي شيء من الممكن ان يربطك مرة اخرى بزوجك السابق قررتي انك تتخلص من الحمل في اليوم المحدد بتذهبي لعيادة تنظيم الأسرة بعد التشخيص بتدفع المبلغ المحدد وتأخذي حبوب من عقار مفبراستون دواء بيعطى عن طريق الفم بغرض الإجهاد في العشر الأسابيع الأولى من الحمل الممرضة بتخبرك وهي بتعد النقود بعد اخذ الدواء ستشعوري بتقلصات وهناك احتمال لحدوث بعض النزيف في نفس الليلة بتدخلي في نوبة من الألم والتقلصات الحادة نزيف مهبلي شديد وتجلطات دموية بتفقدي الوعي وسط بركة من الدماء وانتي بتبكي من الألم لما بتتصلي بالمبردة بتخبرك ان دي كلها أعراض طبيعية ومتوقعة بتستمر الأعراض لعدة أسابيع قبل أن تتوقف تماما وينتهي هذا الفصل القاسي من حياتك التجربة القاسية دي لم تمنعك من التطوع للعمل في نفس العيادة بعد عدة سنوات الجملة اللي قالت هالك أحد العاملين في العيادة وجعلتك تشعوري بأن رسالة مركز تنظيم الأسرة هتكون هدف حياتك هي مش قادرة أصدق أن لسه في ناس عاوزة تسيطر على النساء وتخبرهم ماذا يجب أن يفعلهم لما بتقول لها أن أسرتك متدينة مسيحية ضد الإجهاد بتقول لك أن هدف المركز هو تقليل الإجهاد في المقام الأول من خلال إعطاء وسائر التحكم في الحمل لكن لو حدث الحمل بالخطأ المركز متواجد لمساعدة النساء الراغبات في إجراء عملية إجهاد آمنة أول يوم لكي في مركز تنظيم الأسرة فخورة بمهمتك في مساعدة النساء في تقرير مصرهم ومستقبلهم لكن عند وصولك لمكان المركز بتتفاجئ بتجمعات من المتظاهرين الغاضبين أمام المبنى الرافضين لعملية الإجهاد بيحملوا لفتات للصور الدموية للأجنة وبيهجموا كل من يدخل أو يخرج من المبنى متطوعة أخرى في المركز بتشرح لك أن وظيفتك هتكون مقابلة النساء عند مدخل المركز ومحاولة تهدئهم وتشتتهم عن المتظاهرين الغاضبين اللي بيكونوا موجودين هنا كل يوم بتصبحي ناجحة في عملك وتترقي في المناصب الوظيفية في عيادة تنظيم الأسرة يوم بيدعوك الطبيب للمساعدة في أحد عمليات الإجهاد اللي بيقوم بيها دي المرة الأولى اللي بتدخلي فيها غرفة العمليات مع الطبيب بيطلب منك أنك تساعديه بتسليط جهاز الموجات فوق الصوتية على رحم المرأة بتظهر صورة الجنين على شاشة الجهاز الطبيب بيحدد عمره ب13 أسبوع الممرضة الأخرى بتثبت المريضة جيدا على الطاولة لأنها في حالة فزع وهي بتهدئها الطبيب بيستخدم قسطرة أمبوبية لسحب الجنين بتتفاجئ لما بتشوفي صورة الجنين على الجهاز بتتحرك بعيدا عن القسطرة بتخبر الطبيب أن الجنين تحرك بيرد أن ده شيء طبيعي لكن في الحقيقة الجهاز العصبي لم يتكون بعد فلا يمكن أن يشعر الجنين بأي شيء بيستمر الطبيب في العملية وبيبدأ بشفط الجنين من خلال القسطرة بتختفي صورته من الجهاز تدريجيا أمامك وتمتلئ أنبوبة الجهاز بالدماء والتجلطات بتنساب الدموع من عينك وبتندفع هاربة من الغرفة التجربة كان وقعها شديد الأثر عليك وللمرة الأولى بتشوفي نفسك ققاتلة للأطفال وليست ملاك بيساعد النساء على تقرير مصرهم بتغدر العيادة إلى الأبد وتنضمي للمتظاهرين الرافدين لعمليات الإجهاد أمام المبنى اللغة متعددة الوظائف في الوجود الإنساني البعض كالفلسوف النمساوي لوفيتش فينجلشتاين اعتقد أن وظائف اللغة غير محدودة فكر في بعض وظائف اللغة وسيلة طرح الأسئلة القصص طرح الفرضيات الغناء إعطاء الأوامر التحية الغزل الصراع وغيرها كتير بالنسبة البحثنا في المنطق من الممكن تعميم وظائف اللغة في طرحين أساسيين 1- إيصال المعلومات 2- التعبير عن المشاعر التركيب اللغوي لجمل نقل المعلومات بيعتمد على مصطلحات لغوية معرفية cognitive meaning في حين أن جمل التعبير عن المشاعر بتعتمد على مصطلحات عاطفية emotive meaning الجمل العاطفية عادة ما تحمل معاني عاطفية لكن أيضا معاني معرفية في نفس الوقت المنطق وعلماءه منشغلين بالمعرفة البشرية واللغة المستخدمة لإيصال المعلومات تأكيد ونفي الأطرحات المعرفية تكوين وتقييم الحجة وبالتالي وظيفة نقل المعلومات اللغوية هي محل اهتمام المنطقيين عند دراسة الجمل العاطفية لابد من التفريق بين المصطلحات المعرفية والعاطفية لكن الجمل العاطفية أيضا تحمل في طياتها في كثير من الأحيان اندعاء قيمة value claim أي ادعاءات عن الخير الشر ما يجب فعله وماذا لا يجب فعله ارجع لحلقة القيمة الجوهرية أي ادعاءات نسبية تعتمد على المنظومة الأخلاقية للمطلقي ومهمتنا تصبح بصل تلك الادعاءات النسبية من الجمل العاطفية عند دراستها عقلانيا عن المعرفة المطروحة فيها مثلا لو قلت أنا ضد الحرب كحل للنزاعات الدولية بناء على معتقداتي الأخلاقية الجملة صحيحة بالنسبة لطرحها لكنها تطرح حكم أخلاقي للمتحدث عن أخلاقية الحرب كحل للنزاعات البشر عادة في طرحهم للإدعاءات يميلون لاستخدام الجمل العاطفية أكثر لأن المصطلحات المعرفية تحتاج لتركيب لغوي أدق قائم على الحجج والأدلة ده بالإضافة لأن التعبير العاطفي عادة ما يساعد على الاتصال النفسي مع المطلقي ويدعم نقل الفكرة بشكل أسرع فكر مثلا في المرات اللي اتفقت فيها مع طرح ما يترك ان اي شكل الجمل اللغوية اللي استخدمتها في الغالب كانت هتكون على شاكلة رائع عظيم أو غيرها أو في حالة الاختلاف غالبا استخدمت كلمات أو جمل على شاكلة سيء سخيف جريب إلى آخره كلها مصطلحات عاطفية تعبر عن حالتك النفسية تجاه الطرح لكنها لا تقدم معرفة جديدة المصطلحات العاطفية تقدم لصاحب الحجة وسيلة لصنع ادعاءات قيمة أو ادعاءات نسبية حول موضوع الحجة دون تقديم الدليل الطرح العاطفي يشل الحجة المنافسة تماما لأنه يقطع الطريق أمام المتلقي على استخدام الأدوات المنطقية لتحليل الحجة لأنه يقدم طرح قيمة قد يتفقون أو يختلفون معه استخدام اللغة لابد من تفريقه عن شكل اللغة المستخدمة استخدامات للغة مثلا كوسيلة لنقل المعلومات أو التعبير عن المشاعر من الممكن وضعه في عدة صور لغوية وحدة صناعة اللغة الجمل الوحدة اللغوية الأبسط للتعبير عن فكرة كاملة مستقلة من الممكن أن تكون تعبيرية تعجبية أمرية أو استفهامية عند طرح الحجج عالة شكل الجمل بيكون من النوع التعبيري على العكس من التعبير عن المشاعر بنستخدم جمل تعجبية مثل هذا رائع لكن هذا الارتباط غير ضروري من الممكن طرح حجج في صورة لغوية أخرى غير الصورة التعبيرية التفريقات التي قد تبدو بسيطة جدا بالنسبة لك لكنها حيوية وهمة جدا في الأمور التي قد يتوقف عليها مصير إنسان مثلا العاملين في القانون درجة حساسيتهم للغة المستخدمة وصورها عالية جدا لأن الجدليات القانونية سواء في إثبات أو نفي التهم الموجهة لفرض ما قائمة على اللغة التي يتم صياغة القانون من خلالها بين التحليلي والإصطناعي between analytic and synthetic المعنى في اللغة غير قاصر فقط على التعبير عن المعلومات والعواطف أحد أهم مبادئ فهم المعنى في فلسفة اللغة هو التفريق بين الجمل التحليلي analytic والجمل الإصطناعي synthetic الجملة التحليلية هي أي جملة صواب أو خطأ بناء على ما تحمله من معاني فقط بتحديد معاني المصطلحات المستخدمة في جملة تحليلية ما نرى قيمة حقيقة لتلك الجملة أي إعلان إن كانت صواب أم خطأ وتصبح هذه الجملة دائماً صواب أو خطأ أي تثبت قيمة حقيقتها دائماً الجملة التي دائماً صواب يطلق عليها التوتولاجيا أي دائماً تقيم بالصواب أي إن نتيجتها دائماً صحيحة مهما كانت قيمة المتغيرات والجملة التي دائماً تقيم بالخطأ يطلق عليها التناقض وبالتالي الجمل التحليلية عادة ما يتم جمعها مع التوتولاجيا أو التناقض فكر في الأمثلة التالية كل العزاب غير متزوجين جملة توتولاجية أي دائماً صواب مثال آخر المثلثات لها أربع أضلع تناقض أي دائماً خطأ هذه الجمل تحليلية لإننا لا نحتاج إلى أي شيء خارجها لإثبات حقيقتها أي إننا لا نحتاج للبحث عن كل العزاب في الطبيعة لإثبات إنهم غير متزوجين استدعاء معنى العازب بالضرورة يفرض فكرة رجل غير متزوج الرجال الغير متزوجين بدون أدنى شك عزاب إذن فهم معاني المصطلحات في الجمل التحليلية كافي لتقرير حقيقتها بنفس الصورة في مثال التناقض معرفة معنى كلمة مسلس كافي لتقرير تناقض الجملة أو خطأها المسلس بالضرورة يعني مضلع ذو سلاس أضلع لا توجد أي معرفة أخرى خارج معنى الكلمة في الكون قد تغير تلك الحقيقة على العكس الجملة الإصطناعية Synthetic Statement هي أي جملة غير تحليلية أي معاني كلمتها غير كافية لتقرير حقيقتها فكر في الأمثلة التالية الشمس تشرق من المشرق كل الأجسام سقيلة صواب أو خطأ تلك الجمل يعتمد على الواقع والحقائق الوجودية لتقرير حقيقة تلك الجمل لابد لنا من البحث في الكون عن صحتها أي أن الجمل الإصطناعية تتقرر حقيقتها من خلال البحث التجريبي Empirical Investigation في الكون حقيقتها مشروطة قائمة على نظام الطبيعة التي نحن جزء منها وليست جمل صحيحة فقط بناء على معانيها كما في حالة الجمل التحليلية ولهذا في أدبيات الفلسفة عادة ما يشار للجمل التحليلية بالبداها Apropriary أي لا تحتاج لتبرير تجريبي وضرورية Necessary دائما صواب أو خطأ على العكس من الجمل الإصطناعية التي يشار إليها بالاستدلالية Apropriary أي تحتاج إلى تبرير تجريبي ومشروطة Contingent صواب في بعض العوالم الممكنة وخطأ في بعض العوالم الممكنة الأخرى في الواقع العقل الألماني الفز إيمانيول كونت هو أول من وضع هذا التفريق بوضوح بين الجمل التحليلية والإصطناعية ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية لكنه أيضا جادل أن هناك بعض الحقائق تقع بين التحليلي والإصطناعي مثلا جادل في عمل الخالد نقد العقل الخالص Critique of Pure Reason إن الحقائق الأخلاقية إصطناعية لكنها بديهية Apropriary أي لا يمكن الوصول إلى حقيقتها بمجرد تحليل معاني الكلمات ولكن أيضا لا تتطلب تبرير تجريبي ارجع لحلقة أخلاق الواجب لكن لاحقا فلسفة آخرون من أمثال فالرد فنكوين جادل في ورقة بحسية نشرها سنة 1953 بعنوان عقيدتي التجريبية Two Dogmas of Empiricism إن كان هناك فعلا فرق حقيقي بين التحليلي والإصطناعي ومن بعده سول كريبكي جادل في كتابه المهم التسمية والضرورة Naming and Necessity اللي نشره سنة 1980 إن هناك جمل استدلالية ضرورية Necessary Aposteriori مثلا الماء مكون من زرتين هايدروجين وزرة أكسجين جملة حقيقتها ضرورية دائما صحيحة لكن الوصول لتلقى الحقيقة استدلالي من خلال البحث في الطبيعة التفريق بين الجمل التحليلية والإصطناعية تعرضنا له بتفصيل كبير في حلقات سلسلة موراء الطبيعة وسنعود مرة أخرى لمناقشته في حلقات سلسلة فلسفة اللغة على أي حال المهم بالنسبة لعلم المنطق من هذا التفريق بين التحليلي والإصطناعي وإن بعض الجمل أو الأطروحات من الممكن التأكد من صوابها أو خطأها فقط بالاعتماد على معاني مصطلحتها الداخلية اللغة ذات الصيغة العاطفية قد تكون جائزة تحت سياق معين الشعر أو الأدب مثلاً لكنها عادة غير مناسبة تحت سياقات أخرى خصوصاً سياق طرح الحقائق والمعلومات مثلاً لو بتقوم باستفتاء وبتسأل عينة من الناس أسئلة لها إجابات محددة لابد أن يختاروا من ضمنها اللغة المستخدمة لصناعة تلك الأجوبة لابد أن تكون محددة واضحة وتتجنب الشكل العاطفي ده طبعاً لو كان هدفك هو الوصول لتقرير محايد وموضوعي مثلاً سؤال هل تتطفق مع فورة 25 يناير له تأثير مختلف عن سؤال هل تتطفق مع أعمال شغب وفوضى يوم 25 يناير اللي بكل تأكيد له تأثير مختلف عن سؤال هل تتطفق مع تظاهرات 25 يناير في علم المنطق بما أننا نبحث عن الحقيقة نحاول تجنب المعاني العاطفية الخفية داخل الجمل والأطرحات اللغوية الأطرحات اللغوية العاطفية أو القائمة على المصطلحات العاطفية تعاني من مشكلتين أساسيتين واحد التعبيرات الغامضة vague expressions أو التعبيرات التي يصعب فيها وضع حدود واضحة لما ما يمكن أن ينطبق عليه التعبير وبالتالي تسمح بتفسيرات متعددة للإدعاء مثلا فكر في المصطلحات التالية الحب السعادة السلام الغنى الفقر الطبيعي التلوث حاول تعرف حدود تلك المصطلحات والحالات التي ينطبق عليها كل مصطلح ستجد صعوبة بالغة في تحديد حدود تلك المصطلحات بدقة وشكل قاطع مثلا الغنى غنى النفس ومن الحب ما قتل والسعادة ليست في جمع الأموال من العسير جدا تحديد المقصود من تلك الإصطلحات وصانع الجملة قد يستخدمها بشكل تعبيري مطاط يسمح بتفسيرها بأكثر من سورة الضرر اللي بتطرحه المصطلحات اللغوية من تلك الشاكلة في الجمل يختلف من حيث درجة الغموض مثلا لما بنقول أحمد طويل هناك درجة من الغموض نتيجة لاستخدام مصطلح غامض زي طويل الجملة من الأفضل أن تصاغ على صورة زي أحمد طوله 175 سنتيمتر 20% من الرجال طولهم يتعدى 170 سنتيمتر الإشكالية التانية هي التعبيرات الملتبسة وهي التعبيرات التي تحتمل أكثر من تفسير حسب سياق الجملة مثلا كلمات على شاكلة جنون غضب جنس مناسب وغيرها من الممكن أن تستخدم بصور متعددة حسب سياق الجملة مثلا لو وصفت فعل شخص ما بأنه مناسب هل المقصود أنه مناسب أخلاقيا قانونيا اجتماعيا أم وظيفيا إلى آخره الفرق بين التعبيرات الغامضة والتعبيرات الملتبسة هي أن التعبيرات الغامضة تسمح بتفسيرات متعددة بغض النظر عن السياق في حين أن التعبيرات الملتبسة تسمح بتفسيرات مختلفة حسب السياق الغموض يصنع معاني غير واضحة الالتباس يخلط بين معاني واضحة لكن بعض المصطلحات قد تكون غامضة في سياق ما لكنها ملتبسة في سياق آخر مثلا كلمة بطيء تحت سياق ما قد تشير إلى فرد زوء عاقة عقلية أو جسدية لكن في سياق آخر لو أشارت الكلمة للبطء الحركي تصبح غامضة لأنها غير دقيقة أي ما هي درجة البطء المشار إليه مفهوم الغموض و الالتباس مهمين جدا في علم المنطق لأن في كثير من الأحيان تقييم الحجة يتوقف على المقصود من المصطلحات المستخدمة لأنها لو كانت غامضة لابد من إيضاح المقصود بها أولا قبل الاستمرار لتقييم الحجة مثلا الرافضين للإجهاد برو لايف عادة ما يطرح حجتهم على أن الإجهاد شر لأنه يسبب إنهاء الحياة حجة تبدو وسيطة ووضحة لكنها قائمة على تحديد معنى الحياة في المقام الأول معضلة الكوم The Sororities Paradox أحد معضلات الفلسفة الشهيرة هي معضلة الكوم The Paradox of the Heap أو The Sororities Paradox واللي بتوضح إشكالية الغموض وصعوبة التعامل معها داخل اللغة ويعود تاريخ المعضلة المدون إلى الفيلسوف اليوناني معاصر أرستو وقسم اللدود واللي إليه يعود طرح العديد من المعضلات المنطقية ومحاولة ضحض أرستو لهذه الحجج لعب دور مهم في إنشاء علم المنطق على أي حال المعضلة كالآتي زرة واحدة من الرمال ليست كافية لتكوين كوم من الرمال لو أضفنا زرة أخرى أصبح معنا زرتين بإضافة زرة أخرى أصبح معنا ثلاث ضرات وهكذا حتى يتكون أمامنا كوم من الرمال لكن بالبديهة لا توجد زرة واحدة من الرمال مسؤولة عن تحويل مجموع الزرات إلى كوم من الرمال لكن بتكرار إضافة زرة تلو الأخرى مع الوقت يتكون الكون المعضلة من الممكن صياغتها بصورة عكسية أيضاً ومن الممكن وضعها في صورة جدلية كالآتي واحد مليون زرة من الرمال هي كوم من الرمال اتنين كوم من الرمال ناقص زرة واحدة من الرمال ما زال كوم من الرمال 3- لو مليون زرة من الرمال كوم إذن مليون زرة من الرمال ناقص زرة واحدة ما زال كوم من الرمال 4- لو مليون زرة من الرمال ناقص زرة واحدة كوم إذن مليون زرة من الرمال ناقص زرتين من الرمال ما زال كوم 5- وهكذا في تسلسل تنازلي إلى زرة واحدة تصبح كوم من الرمال ستة لكننا على دراية ان ظرة واحدة من الرمال ليست كوم من الرمال اذا هناك تناقض السؤال متى يأتي الكون الى الوجود ما هو الحد الفاصل بين عدم وجود كوم من الرمال وتكون هذا الكون المعضلة من الممكن صياغتها بطرق عديدة وفي الغالب قابلت احد صورها في طفولتك مثلا البحر ما زال بحر لو اخدنا منه قطرة مياه لكن بعد ازالة حجم كافي من المياه لو تبقى لتر واحد هل ما زلنا امام بحر؟ الفكرة من الممكن تطبقها على كثير من الاسنادات اللغوية الطول، الغنى، العجز، الصلع الى اخرون فالحقيقة الفيلسوف الانجليزي بيرتران راسل في مقال بعنوان الالتباس في ايجنس نشره سنة 1923 جادل ان اللغات الطبيعية في مجملها حتى المنطقية منها ملتبسة بل الاكثر من هذا القضايا المنطقية نفسها ملتبسة اهم العقول البشرية عجزت عن ايجاد حل مرضي لتلك الاشكالية البعض اعترض على فكرة ان ازالة زرة واحدة من الرمال ما زال امامنا كوم لكن عادة الحل ده غير مقبول احد الحلول الاخرى هو اننا نحدد عدد معين من زرات الرمال من الممكن ان نطلق عليه كوم وما اقل من هذا لا يعد كوم من الرمال او بصورة ابسط وضع حد اقصى مثلا 10 الاف زرة اقل من هذا المجموع لا يعد كوم من الرمال لكن للأسف هذا الحل غير مريح او مقنع لغالب العقول الانسانية لان لا يوجد فرق نوعي بين 9999 زرة و 10 الاف زرة الحد الاقصى الذي وضعناه يبدو اعتباطي غير قائم على خاصية جوهرية او سمة حقيقية مميزة على اي حال هناك حلول اكثر جدية وتعقيدا للتعامل مع الاشكالية داخل علم المنطق منها مثلا استخدام منطق القيم المتعددة للحقيقة many valued logic اللي بيعين اكثر من قيمة حقيقة واحدة للقضية او استخدام التقييم الفائق super valuationism لوضع قيمة حقيقة لجمع المنطقية مركبة بغض النظر عن حقيقة القضايا المكونة للقضية المركبة حلول اخرى طرحت باستخدام منطق الغموض fuzzy logic واخيرا احد الحلول المطروحة هو اللجوء الى الاجماع consensus اي تعريف اصطلاح الكوم لابد ان يتم تحديده بناء على استخدام الجماعة او البشر للمصطلح على اي حال معضلة الكوم تتخطى نطاق منقشتنا الحالية لكنها مهمة لاضاحة شيوع ظاهرة الالتباس في اللغة البشرية واستخدام البشر لمصطلحات ملتبسة في صياغة الجدريات المنطقية يشكل اعاقة كبيرة امام تقييم الحجج المنطقية التعبير المبهم هو التعبير الذي يفتقد الى معنى جوهري في التعبيرات الغامضة ambigious التعبير قد يحتمل اكثر من معنى مثلا مصطلح السعادة يحتمل اكثر من معنى اما التعبيرات الملتبسة vague لا تضع حدود واضحة للمصطلحات المستخدمة مثلا متى يعد شخص ما عجوز او اصلع كلها مصطلحات غامضة لان الحد بين الصلع وعدم الصلع غير محدد ومن هنا ظهرت معضلة الكوم المنطقية نتيجة استخدام البشر لمصطلحات ملتبسة لكن مازال هناك كثير من البشر لديهم قدرات غير عادية على تمييز الالتباس في اللغة والتعامل معاه مثلا معظم الاطفال قادرين على الاشارة الى شخص فقد معظم شعره ووضعه تحت تعريف الصلع ولن يختلف معهم الكثير برغم من حدوث ظهرت الالتباس في اللغة الطبيعية لكن لان المصطلحات مازال لها معنى جوهري البشر قادرين على استخدامها في بعض المواقف وتكوين تعبيرات ملتبسة بعض الشيء لكنهم مازالوا قادرين على فهمها لكن المصطلحات المبهمة up secure تفتقد للمعنى الجوهري فكر في تلك الجمل واحد كل شيء مهم اتنين انت على صواب الى حد ما تلاتة هذه قصة مثيرة للاهتمام هذه التعبيرات يبدو انها تطرح شيء ما لكن غير واضح معناها الحرفي مثلا في جملة كل شيء مهم يطرى ما هو كل شيء ومهم بالنسبة لماذا او مثلا البعض قد يقول انت على صواب الى حد ما ما هو هذا الحد هل هذا التعبير يعني انك على صواب ام على خطأ في الواقع هذا التعبير تحديدا عادة ما يستخدم من قبل البشر لرفض حجة فرض اخر بصورة مهزبة واخيرا مصطلح مثل مثير للاهتمام مبهم قد يستخدم من قبل شخص ما عندما يجد ان شيء فعلا مثير او في كثير من الاحيان يستخدم عندما يكون الفرض غير مهتم بالحديث بالمرة لكنها طريقة مهزبة للاستماع او انهاء الحوار التعبيرات الناقصة هي التعبيرات التي النطاق او المجال دمين غير محدد فيها مثلا فكر في الجمل التالية واحد دعنا نذهب الى المقهى لاحقا اتنين الكل سعيد بيرتراند راسل جادل ان الجمل التي تحتوي على مصطلحات تبدأ بقال التعريف لابد من تحليلها على انها تشير الى شيء فريد محدد تشير اليه خواصها في مجال او نطاق ما في المطلق نطاق او مجال كل الكائنات والاشياء في الكون وبالتحديد نطاق كل الكائنات او الاشياء داخل سياق الحديث مثلا لما بنقول النظرية النسبية نحن نشير بشكل عام الى نظرية اينشتاين او لما بنقول الاهرامات قد نشير الى اهرامات الجيزة في مصر لكن في المثال السابق اي مقهى في الكون يشير اليه مصطلح المقهى هناك مئات الالاف من المقاهي في الكون وملايين عبر العصور الى ايهم تشير الجملة السابقة يبدو ان مصطلح المقهى غير مكتمل تنقص اضافة ما لتحديد الكائن في المجال المتحدث عنه سياق الكلام عادة ما يقدم اشارة ما لتحديد المجال الذي ينطبق داخله المصطلح الناقص مثلا المتحدث في الغالب يشير الى المقهى الذي يذهب اليه وصديقه غالب الوقت او من الجائز المقهى الذي كان يتحدث عنه منذ قليل اذا النقصان في الاصطلاح نابع من افتقاده لتحديد معنى ما دون المجال او السياق بنفس الصورة في المثال التاني الكل مصطلح ناقص يعتمد على سياق او مجال الكلام الى من يشير الكل في الغالب ليس كل البشر في العام بل المتحدث يشير الى مجموعة ما من البشر معرفة في سياق كلامه وظيفة المنطق الاساسية هي تقييم الحجج لكن كما رأينا تقييم الحجج قائم في كثير من الاحيان على تحديد المعاني اللغوية المطروحة في الجمل المستخدمة للتعبير عن قضايا الحجة بعض الكلمات المستخدمة في الحجة قد تكون غامضة او ملتبسة المعنى الامر الذي قد يؤدي لخلاف dispute حول الحقيقة المطروحة الحل في تلك الحالة عادة ما يكون وضع تعريف definition محدد لتلك الكلمات وبالتالي دراسة المعنى والتعريفات وثيق الصلة بعمل المنطق وحدة بناء الجمل اللغوية هي الكلمات words التعريفات تنطبق على الكلمات او وحدة الترميز اللغوي لوصف الاشياء وليس الشيء نفسه لان الشيء ذاته لا يوجد تعريف له مثلا الكرسي نقدر نقعد عليه نحركه نقف فوقه الى اخره لكن الكرسي لا يوجد له تعريف اي انه ليس رمز لغوي من الممكن تعريفه لكن كلمة الكرسي نفسها اي رمز لغوي من الممكن وضع تعريف محدد لما تشير اليه الكلمة في دراسة اللغة والمعنى اصطلاح المعرف definition يشير الى الرمز اللغوي الذي يتم وضع تعريف له في مقابل التعريف definitions الرمز او مجموعة الرموز المستخدمة لتفسير معنى المعرف هناك اربع صور من التعريفات الاولى التعريفات التعاقدية stability definition وهي التعريفات الموضوعة لرمز معين يطرح للمرة الاولى لو قدمت رمز او اصطلاح جديد انا حر في وضع او تعيين المعنى المناسب من وجهة نظري لهذا الاصطلاح وفي بعض الاحيان من الممكن ان استخدم مصطلح معين في سياق جديد واعين معنى جديد له في بعض الاحيان يتم الاشارة للتعريفات من هذا النوع بالتعريفات الاسمية او الشكلية nominal الهدف من هذه التعريفات عادة استبدال تكوينات لغوية معقدة باخرى ابسط مثلا مصطلح زي الميجا بايت مصطلح تعاقدي اتفق عليه علماء الكمبيوتر لتعريف احد وحدات قياس تخزين البيانات او مصطلح المليار مصطلح تعاقدي رياضي يعبر عن وحدة الالف مليون المصطلحات التعاقدية اساسية في العلم لانها تنزع الصبغة العاطفية عن الكلمات وتكسبها صورة موضوعية مثلا في علم النفس كلمة الزكاء عادة ما تستبدل بمصطلح تعاقدي اخر هو معامل جيم جي فاكتور للتعبير عن نفس المعنى دون وضع صورة عاطفية معينة في ذهن الباحث وفي كثير من الاحيان تظهر مصطلحات زاد صبغة عاطفية داخل المجتمعات العلمية لكنها سرعان ما تستبدل بمصطلحات تعاقدية اخرى غير عاطفية مثلا اصطلاح الثقوب السوداء عالم الفيزياء جون ويلر قام باستبداله بمصطلح النجوم متداعية الجاذبية في بعض الاحيان المصطلحات التعاقدية قد تستخدم لوضع كلمات سرية خلال الحرب العالمية التانية تورا 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 كان الرمز الكودي اللي استخدموا الجيش الياباني كي يرمز لبدء عملية بيرل هاربر او مشروع منهاتن كان الاسم الكودي للمشروع الامريكي السري لصناعة القنبلة الزرية وشركات التقنية العملاقة تستخدم مصطلحات تعاقدية للاشارة لمشاريع سرية مثلا مشروع كايرو مشروع سنو لبرد مشروع باشب وغيرها التعريفات التعاقدية ليست صواب او خطأ ليست دقيقة او غير دقيقة بالمصطلح لم يكن له هذه القوة التعريفية قبل ان يتم التعاقد على تحديد هذا المعنى له والتعاقد هنا قائم على قبول الافراد لربط هذا المعنى بالمصطلح التعريف التعاقدي هو دعوة لاستخدام الرمز المعرف للاشارة للمعنى المعبر عنه وبالتالي هذه التعريفات امرية وليست اخبارية من الممكن قبلها او رفضها النوع التاني من التعريفات هو التعريفات المعجمية lexical definition في هذا النوع من التعريفات عادة ما يعبر الرمز اللغوي عن معنى محدد متفق عليه اللغة اي ان المعرف معجميا عادة ما يشير الى معنى معروف لتلك الكلمة وبالتالي هذا التقرير قد يحتمل الصواب او الخطأ مثلا تعريف كلمة طائر هو اي كائن فقاري من ذوات الدم الحار له ريش تعريف صواب بالنسبة للمتحدثين باللغة العربية لكن لو مثلا تعريف طائر اصبح اي كائن من الثديات له قدمين بكل تأكيد ده تعريف خاطئ التعريفات المعجمية تساعد في حل اشكالية التباس معاني الكلمات خصوصا ان كانت معانيها متقربة مثلا مصطلح الضوء قد يتم تعريفه واحد شيء يجعل الاشياء تتضح للرؤية اتنين اشعاع كهروماناتيسي تلاتة شيء طقيل في الوزن اربعة شيء سعرات الحرارية اقل من المعيار الاساسي عدة تعريفات تساعد على فهم نفس الكلمة في سياقات مختلفة السؤال اللي غالبا بيدور في عقلك دلوقتي ما هو الفرق بين التعريفات التعاقدية والتعريفات المعجمية لو اخدت بالك انا قلت ان التعريفات المعجمية تحتمل الصواب والخطأ في حين ان التعريفات التعاقدية لا تحتمل الصواب او الخطأ في التعريفات التعاقدية الاسطلاح في الغالب ليس له معنى محدد بعيد عن التعريف فكر مثلا في معنى ميجا بايت كوارك او غيرها من المصطلحات التعاقدية اما التعريفات المعجمية لها معنى سابق ومستقل عن المعنى المحدد وبالتالي المعنى المطروح قد يحتمل الصواب او الخطأ بناء على ان كان استخدام المصطلح في الجملة متفق على معنى سابقا ام لا لهذا السبب البعض قد يشير احيانا للتعريفات المعجمية بالتعريفات الواقعية للاشارة لان المصطلح له معنى واقعي لكن في الحقيقة الفكرة دي ليست دقيقة تماما لان المصطلحات المعجمية قد تشير لمفاهيم غير واقعية لكنها محددة ومتفق عليها مسبقا مثلا التنين العنقاء طائر الرخ مصطلحات لا تشير لكائنات واقعية لكنها مزالت مصطلحات معجمية وهناك تعريف محدد من الممكن اختبار صحة وخطأ التعريف حسب استخدامه داخل الجملة لكن المعنى المعجمي المتفق عليه من اين يأتيه؟ في الحقيقة الموضوع ده دراسة مستقلة ومفصلة في علوم اللغة لن يتسع المجال للخوط في تفاصيلها لكن بشكل مبسط احد افضل النظريات التي تفسر جزور المعاني المعجمية بتدعي ان معنى الكلمات مسألة احصائية تكتسب من استخدام الكلمات بشكل معين عبر الزمن وبالتالي المعاني المعجمية قد تتغير مع الوقت المعجميين او القائمين بالعمل على وضع المعاجم lexographers ايوة دي وظيفة مستقلة عادة ما بيحاولوا التعامل مع تلك الاشكالية باستخدام افضل معنى للمصطلح الاوسع انتشارا والاقرب للتعبير عن الكلمة لكن من الشائع جدا ان مصطلح معجمي قد يكون له معنى غير شائع في فترة زمنية معينة يصبح اكثر انتشارا في فترة اخرى على اي حال ده موضوع كبير زي ما قلنا ومعقد وبعيد عن دراستنا الحالية للمنطقة النوع التالت من التعريفات هو تعريفات الدقة precising definitions وهي التعريفات المستخدمة لتقليل اشكالية الغموض والالتباس في بعض الكلمات كما رأينا منذ قليل كلمات زي الحرية المسئولية الحب الشجاعة الى اخره قد تكون غامضة او ملتبسة المعنى حسب السياق هذا الغموض والالتباس قد يسبب مشاكل كثيرة عند محاولة تحليل الفرضيات المطروحة مثلا المادة الرابعة في الدستور الامريكي بتقول حق الشعب مكفول في ان يكون امنا في اشخاصه ومنازله واوراقه واثاره ضد عمليات التفتيش والمصدرة غير المعقولة الى اخر النص مصطلح التفتيش والمصدرة الغير معقولة unreasonable searches كان محل نزاع اخير في حق الاجهزة الامنية في مراقبة تحركات المتهمين او المشتبه فيهم في قضايا معينة هل من الممكن استخدام تكنولوجيا مثل نظام تحديد الموقع GPS لمراقبة المشتبه فيه هل يعد هذا خرق للدستور هل يجب الحصول على تصريح من المحكمة للقيام بهذا البحث بعض المحاكم في الولايات المتحدة امرت الهيئات التنفيذية بطلب تصريح لمراقبة مشتبه فيه من المحكمة قبل القيام بالمراقبة وإلا يعد خرق للدستور لكن بعض القضاة في ولايات اخرى رفضوا هذا لاسباب عديدة من ضمنها ان مراقبة حركة السيارات من خلال جهاز الـ GPS لا يعد عملية تفتيش على الاطلاق الخلاف ده كله نتج بسبب ان مصطلح التفتيش الغير معقول غامض وغير محدد مثال آخر لتوضيح أهمية التعريفات الدقيقة في عمليات زراعة الأعضاء الحيوية قبل أن يتم القيام بعملية زراعة القلب لابد من موت المتبرع وإلا يصبح الجراح في وضع الاتهام بالقتل العام لكن لو مضت مدة طويلة على موت المتبرع تقل فرصة نجاح عملية زراعة القلب عند المريض إذن السؤال متى بالضبط يعد الفرد نيتا عند توقف القلب توقف الشخص عن التنفس توقف نشاط المخ أو تعريف آخر أي أن المسألة هنا هي تحديد اصطلاح لحظة الوفاة بدقة على أي حال كثير من المحاكم في الدول الغربية حددت مصطلح لحظة الوفاة بتوقف نشاط المخ من خلال قياس تخطيط أمواج الدماغ Electro Encephalograph هذا التعريف هو تعريف دقيق يعتد به في المحاكمة الغربية التعريفات الدقيقة تختلف عن تعريفات التعاقد لأن المعرف ليس مصطلح جديد لكنه مصطلح معروف لكن للأسف غامض أو ملتبس المعنى بشكل عام أو بسبب استخدامه في سياق معين وبالتالي لا يمكن تحديد أي معنى تعاقدي في تلك الحالة لأن المصطلح معروف وقتها يصبح الهدف هو وضع تعريف يحترم معنى المصطلح المتعارف عليه لكن يجعله أكثر دقة وأقل غموضاً النوع الرابع هو التعريفات النظرية Theoretical Definitions في العلم والفلسفة غالباً ما تصبح التعريفات بمثابة ملخص أو خلاصة لبعض النظريات أي أن التعريفات النظرية عادة ما تشير إلى نظرية من خلالها يمكن تعريف خصائص الكائنات أو الأشياء التي يشير إليها المصطلح مثلاً هذه التعريفات عندما تكون خاطئة يتم انتقادها ليس لأنها ليست دقيقة لأنها غير كافية فهي لا تلخص النظرية المعنية بشكل صحيح على سبيل المثال التعريف الدارج لمصطلح كوكب كان الكواكب هي مجرد أجسام في مدار حول الشمس وهناك تسعة كواكب في النظام الشمسي أصغرها هو بلوتو مكون من مواد غير عادية وله مدار غير عادي وبعيد عن الشمس لكن مؤخراً اكتشفت أجسام أخرى أكبر من بلوتو لها شكل غريب وتدور حول الشمس هل تعد تلك الأجسام أيضاً كواكب؟ ولو الإجابة بالنفي لماذا لا؟ هذا التعريف القديم أصبح غير مناسب مع الاكتشافات الحديثة وفتح الباب أمام خلاف لم يحسم تماماً داخل الاتحاد الفلكي الدولي International Astronomical Union IAU وصدر عنه تعريف جديد مؤقت للكواكب فيها أقر الاتحاد على أن هناك 8 كواكب فقط في مجموعتنا الشمسية وتعريف فئة جديدة أطلق عليها الكواكب القزمية Dwarf Planets تنطبق على أجسام مثل بلوتو سيروس وآيروس أي أن التعريفات النظرية لابد وأن تحافظ على معنى ثابت ومستقر غير متغير مع الاكتشافات الجديدة ويعبر بشكل كامل عن النظرية المعبر عنها بالمعنى سنة 2006 الاتحاد الفلكي الدولي وضع تعريف جديد أكثر تحديداً للكواكب على أنه جسم سماوي داخل النظام الشمسي واحد في مدار حول الشمس اتنين لديه كتلة جاذبية ذاتية لتغلب على قوة جذب الأجسام الصلبة بحيث تفرض شكل توازن هيدروستاتي شبه دائري وثلاثة أخلى المنطقة المحيطة في مداره التعريفات النظرية أيضاً تملأ فضائيات أدبيات الفلسفة بداية من أرستو في محاولة وضع تعريف نظري للعدالة في عمله الخالد الجمهورية مروراً بإسبنوزا في محاولة تعريفه للحرية إلى فنجنشتاين في تعريفه لللغة وغيرهم مئات الأمثلة اللي حاول فيها المفكرين والفلسفة وضع تعريف نظري شامل ينطبق على كل الحالات الممكنة وإزالة أي نوع من التناقضات أو الالتباسات النوع الأخير من التعريفات هو التعريفات الإقناعية persuasive definition التعريفات الأربعة السابقة تعريفات للمعاني المعرفية لكن التعريفات الإقناعية تركز على المعاني العاطفية وهي نوع من التعريفات تحل خلاف حول معنى ما بالتأثير على المتلقي من خلال العواطف التعريفات الإقناعية واسعة الانتشار داخل الحجج والجدليات السياسية الماركسيين مثلاً قد يعرفوا الاشتراكية على إنها ديمقراطية المجال الاقتصادي تعريف استخدم بالفعل من قبل بعض الاشتراكيين والرأسماليين قد يعرفوا الرأسمالية على إنها ديمقراطية الاقتصاد أو مثلاً في صراع ما زال دائر حول عملية الإجهاد في الولايات المتحدة الأمريكية الرافضين يعرفوا الإجهاد على إنه القتل الوحشي للأبرياء في حين إن المدافعين يعرفوا نفس المصطلح على إنه إجراء جراحي آمن وثابت حيث تعفى المرأة من عب غير مرغوب فيه التأثير العاطفي واضح في اللغة المستخدمة في هذه التعريفات وستترك تأثير في عقل المتلقي بكل تأكيد لكن في بحثنا عن الحقيقة في الجدليات كما رأينا سابقاً لابد من التخلص من التأثير العاطفي والالتزام بالموضوعية وبالتالي تعريفات الإقناعية أحد الصور التي لابد لنا من تحددها في الجدليات ورفضها إن كنا نبحث بالفعل عن الحقيقة التعريف يضع معنى الإصطلاح من الناحية اللغوية لكن من الممكن فهم التعريفات والدور الهام الذي تلعبه في المنطق من زاوية أخرى مختلفة عن الوظيفة التي تؤديها التعريفات من خلال فهم تركبها المصطلحات العامة تلعب دور كبير في عملية التفكير وبالتالي سنركز بحثنا حولها الإصطلاح العام قد يكون على شاكلة كلمة الكوكب كما رأينا منذ قليل كوكب بتشير لعدد من الأشياء أرض، المريخ، الظهرة، عطارد، إلى آخره لكن المصطلح لا ينطبق على بلوتو الذي أصبح يعد ضمن الكواكب القزمية طبقاً لتصنيف الاتحاد الفلك الدولي الأخير كلمة كوكب إذن أشارت لمجموعة من الأشياء أو الكائنات مجموعة تلك الكائنات شكلت تعريف مفهوم الكوكب لو أكدت أن كل الكواكب لها مدار دائري تأكيد بالضرورة لابد أن ينطبق على كوكب الظهرة مثلاً أي أن المعنى الذي يحمله اصطلاح الكوكب يمتد ليشمل أي شيء أو كائن يقع تحت هذا التعريف المعنى الامتدادي وفي بعض الأحيان الأخرى يسمى المعنى التوضيحي للمصطلح العام هو مجموعة الكائنات التي تشكل امتداد للمصطلح لكن للوصول لمعنى المصطلح العام من الضروري معرفة كافة الكائنات التي تقع تحت هذا المصطلح لأن تلك الكائنات تعطينا الخواص العامة المشتركة ما بينها التي تقود إلى وضع تعريف عام ينطبق على تلك الكائنات وبالتالي معرفتنا لتلك الخواص العامة يساعدنا على فهم المعنى للمصطلح إذن المعنى يفترض وجود معيار من خلاله يمكن تحديد إن كان شيء أو كائن ما يقع تحت انتداد مصطلح عام هذا المفهوم للمعنى عادة ما يطلق عليه المعنى المفهومي intentional meaning أو في أحيان أخرى connotative meaning ومجموعة الخواص المشتركة بين كل الأشياء والكائنات التي يشير إليها المصطلح العام عادة ما يشار إليها بالمفاهيم connotation أو intention لكن ليست هذه الصورة الوحيدة للمعنى كل مصطلح عام له معنى مفهومي intentional وأيضا معنى امتدادي extension أو دلالي denotative مثلا فكر في مصطلح زي ناطحات السحاب ينطبق على كل المباني التي تتعدى ارتفاع معين تا المعنى المفهومي intentional لكن المعنى الدلالي أو الامتدادي للمصطلح extension هو فئة المباني التي تشمل برج خليفة في دبي برج القاهرة مبنى التجارة العالمي في نيويورك إلى آخره أي مجموعة كل المباني التي ينطبق عليها المصطلح أي أن دلالة أو امتداد المصطلح هو مجموعة عضويات كل الكائنات أو الأشياء التي تندرج تحت مفهومه أو معنى العضوية تحت المعنى أو المفهوم تحددها الخواص المشتركة التي نصل إليها من خلال المعنى المفهومي intention مثلا مصطلح مثلث متساوي الأضلاع له معنى مفهومي وهو أي كائن مكون من ثلاثة أضلاع متقطعة متساوية في الطول أما المعنى الدلالي هو فئة كل الكائنات التي ينطبق عليها هذا المعنى المفهومي ولأن كل الكائنات تشترك في الخواص التي حددها المفهوم إذن هي فقط التي لها حق العضوية في الانضمام لهذا المصطلح إذن مفهوم الإصطلاح يحدد دلالته terms intention determines its extension لكن العكس غير صحيح دلالات المصطلح لا تحدد مفهومه مثلا فكر في مصطلح مسلث متساوي الزوايا المختلف عن مسلث متساوي الأضلاع المعنى المفهومي للمصطلح هو أي كائن مكون من ثلاث أضلاع متقطعة متساوية الزوايا لو فكر من درستك للهندسة صحيح أن دلالات مفهوم المسلث متساوي الزوايا هي نفس دلالات مصطلح المسلث متساوي الأضلاع لكن ليس معنى هذا أن المفهومين متطابقين قدرتنا على تحديد امتدادات ودلالات إصطلاح ما لا يدلنا على مفهوم الإصطلاح باختصار المفاهيم لا تحدد بالدلالات intention is not determined by extension المصطلحات من الممكن أن يكون لها نفس الدلالات لكن مفهومها مختلف لكن المصطلحات التي لها دلالات مختلفة لا يمكن أن يكون لها نفس المفهوم علماء اللغة بيشيروا إلى اتساع مفهوم المصطلح عند إضافة مصطلحات أخرى له ويعرفوا هذه الظاهرة في حالة وجود متسلسلة من المصطلحات بترتيب تزداد فيه رقعة المفهوم عندما يكون كل مصطلح في المتسلسلة مع عدد المصطلح الأول يقرر خصائص أكثر من المصطلح السابق عليه وعكس هذا التعريف يصبح تقليل المفهوم decreasing intention مثلا المتسلسلة عيوان ثديات قط نمر تتسع في المفهوم على النقيد من متسلسلة نمر قط ثديات عيوان تتناقص في المفهوم لو حاولنا وضع المتسلسلات دي في مثال عملي من الممكن أن نبدأ بمصطلح رجل يتسع مفهومه لو أضفت له مصطلح رجل عمره 30 عام ويتسع أقصر لو أضفت له ولد في مصر لكن اتساع مفهوم المصطلح يقلل من رقعته الدلالية عدد الرجال في العالم أكثر من عدد الرجال اللي عمرها 30 سنة اللي أكثر من عدد الرجال اللي عمرهم 30 سنة ومولودين في مصر لكن الفكرة دي ليست دائما صحيحة في بعض الأحيان قد يتسع مفهوم المصطلح لكن هذا لا يؤثر على دلالاته يترى تقدر تفكر في مثال اتسعت فيه مساحة المفهوم لكن دلالاته ما زالت سبتة فكر في المثال ده مصطلح إنسان الآن أضف إليه مصطلح إنسان لديه عمود فقري ثم أضف إليه إنسان لديه عمود فقري عمره 1000 عام وقرأ كل الكتب في تاريخ الإنسانية وكل تأكيد إضافة تلك المفاهيم زاد من مساحة المفهوم الأول إنسان لكنه لم يقلل من دلالاته بالمرة وده لأن المصطلحات التي أضفتها مصطلحات امتدادتها أو دلالتها خالية أي لا توجد كائنات أو أشياء ينطبق عليها مفهوم المصطلح أو الخواص المشتركة التي يشير إليها المصطلح مثلا معظمنا قرأ عن طائر الرخ في ألف ليلة وليلة المعنى له مفهوم واضح ومحدد لكن لا توجد له دلالات في الواقع من الممكن أن نشير إليها كذلك العفاريت الجن وغيرها من المفاهيم المحددة التي لا توجد دلالات معروفة لنا في الواقع من الممكن أن نضعها تحت هذا المفهوم حقيقة إن بعض المصطلحات خالية أو لا تشير إلى أي شيء تقودنا لعلاقة مهمة بين الدلالة والمفهوم وهي إن المفهوم يقرر الدلالة كما رأينا سابقا أي إن مفهوم المصطلح يضع معيار ما يدل عليه لأننا على دراية بالخواص التي يشتمل عليها مفهوم مصطلح طائر الرخ نصبح على علم إن المصطلح خيالي أو لا يدل على كائنات واقعية أي إننا نعلم إنه لا وجود لطائر عملاق أكبر من الحوت في الحجم ويسكن أعالي الجبال وينفث لهيب النيران المناقشة دي قد تكون مسلية أو جائز مملة بالنسبالك لكنك غالبا ما بتتساءل ما هي علاقة معاني المصطلحات ودلالتها بالمنطق والحجج في الحقيقة العلاقة كبيرة ببعض الأحيان يبني لبعض حجج على مصطلحات لها مفهوم محدد لكن بدون دلالات فكر في الحجة دي على سبيل المثال واحد كلمة الله ليست بدون معنى إذن لها معنى اتنين طبقا لتعريف كلمة الله هو كائن كامل القدرة المعرفة والمحبة ثلاثة إذن كائن كامل القدرة المعرفة والمحبة الله لابد وإن له وجود بكل تأكيد كلمة الله ليها معنى وبالتالي ليها معنى مفهومي لكن لا يتبع بالضرورة من تلك الحقيقة أن مصطلح الله لابد أن يكون له معنى دلالي أو له فعلا دلالات في الواقع بيشير إليها إذن التفريق بين المفهوم والدلالة مهم جدا عند تحليل الحجج والجدليات آليات التعريف الدلالية Denotative Definition Techniques التعريفات الدلالية Denotative Definitions توظف طرق وأساليب تحديد امتداد extension المصطلح محل التعريف أبسط الطرق لتفسير الرقع الامتدادية لمصطلح ما هو تحديد الكائنات والأشياء التي يدل عليها المصطلح طريقة فعالة لكنها محدودة كما سنرى زي ما شفنا من الممكن وجود مصطلحين لهم نفس الدلالات المثلث متساوي الأضلع والمثلث متساوي الزوايا لكن حصر جميع الكائنات التي يمتد إليها تعريف ما لا يعني بالضرورة إن التعريف كافي لتفريقه عن مصطلح آخر وبديهيا ليست دائما من الممكن حصر أو عد كل الكائنات التي يدل عليها مصطلح ما مثلا مصطلح نجم يدل حرفيا على عدد فلكي من الأشياء أو مصطلح رقم يشير إلى عدد لا نهائي من الكائنات الواقع بالنسبة لمعظم المصطلحات العامة من غير الممكن حصر أو عد كل امتداداتها بشكل عملي وبالتالي التعريفات الدلالية محصورة على حصر جزئي لعدد من الكائنات التي تدل عليها وهذا القصور يؤدي لمشكلة كبيرة وهي أن هذا الحصر الجزئي يؤدي إلى أن التعريف يصبح غير مؤكد لأن الكائنات والأشياء لها خواصة عديدة وبالتالي قد يكون لها عضوية تحت أكثر من مفهوم مثلا فكر في ناطحات السحاب برج خليفة في دبي قد يندرج تحت مصطلح أضخم مباني القرن العشرين أو تحت مفهوم أهم الإنجازات المعمارية البشرية القرن العشرين إلى آخره وبالتالي الحصر الجزئي لدلالات المصطلح غير كافي للتفريق ما بين المصطلحات ذات الدلالات المختلفة أحد طرق التغلب على تلك الإشكالية هو تحديد مجموعات جزئية تحت المفهوم تلك المجموعات الجزئية قد تساعد على حصر الكائنات التي تنتمي إليها مثلا مصطلح الكائنات الفقارية من الممكن وضع مجموعات أو مفاهيم جزئية تحته مثل البرمائيات، الطيور، الأسماك، الزواحف، السديات إلى آخره الحل ده قد يعطي بعض الراحة النفسية المؤقتة لكن مصطلح الكائنات الفقارية ما زال مفتقد لتعريف محدد حل آخر الإشكالية هو بدلا من حصر كل الكائنات التي يشير إليها التعريف قد نحاول الإشارة إلى تلك الكائنات هذا النوع من التعريفات يطلق عليه التعريفات التوضيحية اللي واضح من اسمها أن التعريف محدد من خلال الإشارة إلى الكائنات التي توضح مفهومه مثلا قد أعرف الكمبيوتر بالإشارة لجهاز الكمبيوتر القابع أمامي الآن لكن التعريفات التوضيحية بتواجه نفس المشاكل والقصور اللي قابل التعريفات الدلالية الإشارة محدودة بالموقع، رؤية الكائن بالإضافة للالتباس الذي قد يحدث من الإشارة مثلا عند تعريف الكمبيوتر بالإشارة لجهاز كمبيوتر البعض قد يعتقد أني أشير إلى جزء منه كالشاشة مثلا أحد الحلول الأخرى قد يكون من خلال إضافة جملة وصفية للتعريف ما يعرف بالتعريفات شبه التوضيحية Quasi-Ostensive Definitions مثلا قد أشير الكمبيوتر وأضيف جملة وصفية أقول فيها هذا الجهاز هو كمبيوتر لكن الجملة الوصفية دي تفترض أن المتلقي على دراية أو فهم لمصطلح جهاز اللي بيحد الهدف من التعريفات التوضيحية لأن دلوقتي من المفروض أننا نعرف مصطلح زي جهاز من خلال الإشارة لشيء ما إلى آخره المصطلحات الدلالية بشكل عام بتعاني من إشكالية أخرى وهي عدم قدرتها على وضع تعريف محدد للكلمات التي لا توجد في الطبيعة أو لا يمكن الإشارة إليها كيف من الممكن أن تضع تعريف دلالي للأشباح، الملائكة، الجن، الموت الأحياء إلى آخره إذن التعريفات من خلال الاعتماد على الامتدادات أو الدلالات غير كافية لتحديد المفاهيم ووضع تعريف ومعنى مؤكد آليات التعريف المفهومية Intentional Definition Techniques مفهوم المصطلح Intention هو كل الخواص المشتركة ما بين كل الكائنات التي يدل عليها المصطلح وتشترك فيها فقط تلك الكائنات لو مثلا الخواص التي تعرف مصطلح الفنجان هي وعاء له زراع، زو قعدة، وله عمق إذن كل فنجان هو وعاء له زراع، قعدة، وعمق وفقط الفناجين هي الأوعية التي لها زراع، قعدة، وعمق لكن هناك ثلاث طرق مختلفة لإدراك المفهوم لابد من التفريق ما بينها الأول المفهوم النسبي أو الذاتي Subjective Intention اللي بيعبر عن مجموعة الخواص التي يعتقد المتحدث في ضرورة وجودها في الأشياء التي يدل عليها المفهوم مجموعة الخواص دي قد تختلف من فرض الآخر، أو من مكان الآخر، من وقت الآخر وبالتالي تعد مفاهيم نسبية أو ذاتية، ولا تصلح لوضع تعريف على الأقل من وجهة نظر المنطق لأن المنطق يهتم بالحقائق، المفاهيم، والتعريفات العامة، وليست التعريفات الزاتية أو النسبية ثانياً، المفهوم الموضوعي Objective Intention وهو مجموعة كل الخواص المشتركة لكل الكائنات التي تدل عليها الكلمة مثلاً، فكر في المفهوم الموضوعي لمصطلح الدائرة لها خاصية أنها تشمل أي مساحة لمسطح له نفس القطر لكن المفهوم ده كثير من البشر لا يعرفه لكننا ما زلنا قادرين على استخدام الكلمة أي أن من غير الضروري بالنسبة لمعظم البشر أن تدرك جميع خواص المفهوم وبالتالي المفهوم الموضوعي لا يمكن أن يكون المفهوم العام الذي نبحث عنه لإعطاء تفسير أو توضيح للمصطلحات الناس بتتحدث يومياً باستخدام المصطلحات العامة دون فهم المعنى الموضوعي لها إذن لابد من وجود فئة أخرى من المفاهيم بجانب النسبية والموضوعية التي يعتمد عليها البشر عند استخدام تلك المصطلحات المصطلحات لها معاني مستقرة ثابتة لأن هناك اتفاق ضمني على استخدام نفس المعيار لتحديد الأشياء التي تدل عليها المصطلحات أو التي تقع تحت مدلولها الأمر الذي يجعل شيء زي دائرة في الوعي العام عند كثير من الناس هو إنها منحنى مغلق أي نقطة على محيطه على نفس المسافة أو البعد من مركز المسطح هذا المعيار ضمني اعتباري ولهذا يطلق عليه المفهوم التقليدي أو المألوف conventional intention للكلمة الصورة دي من التعريف المفهومية ضرورية لإنها تجعل المفهوم عام دون الحاجة لفهم كل خواصه لكن يا ترى ما هي الطرق والوسائل المختلفة لاستخدام المفاهيم لتعريف المصطلحات هناك عدة طرق أبسطها وأكثرها استخداما هو استخدام كلمة أخرى لها نفس المعنى أو المفهوم أي متراضفة أخرى للكلمة الأولى synonym التعريف الذي يعطى بتلك الصورة عادة ما يطلق عليه التعريف التراضفي أو من خلال المتراضفات synonymous definition المعاجم على وجه التحديد تعتمد بشكل كبير على تلك الطريقة في تعريف المصطلحات قاموس ما من الممكن أن يعرف كلمة خجول باستخدام متراضفات مثل عفيف النفس مستحي إلى آخره التعريفات من خلال التراضف عملية جدا خصوصا في تعريف الكلمات ما بين اللغات المختلفة لكن الطريقة فيها قصور كبير وهو إن كلمات عديدة لا توجد كلمات أخرى مرادفة لها أو في كثير من الأحيان المتراضفة لا تعبر تماما عن الكلمة الأولى مثلا هل عفيف النفس هو دايما الخجول؟ وبالتالي المصطلحات من خلال التراضف غير دقيقة وقد تقود لفهم غير صحيح لكن في الواقع الإشكالية الأهم بهذا النوع من التعريفات هو إن في حالة إن كلمة ما تشير لمفهوم غير واضح أو مفهوم في الغالب كل مرادفات تلك الكلمة تتكون محيرة ولا تساعد في تحديد المفهوم صورة أخرى للتعريفات هي التعريفات الاشتقاقية etymological definition واللي فيها نحدد تعريف الكلمة من خلال البحث في جذورها اللغوية في نفس اللغة أو في لغات أخرى هذا النوع من التعريفات يظهر كثيرا في الكتابات الفكرية التاريخية والفلسفية الكاتب عادة ما يتتبع جذور المصطلح اللغوية ويسعى في هذا لتوضيح المعنى المقصود من المصطلح مثلا جذور كلمة captain في اللغة العربية هي الكلمة اللاتينية التي تعني الرأس أو القائد أهمية هذا النوع من التعريفات أنه يوضح جذور الكلمة وعلاقتها بالاشتقاقات الأخرى التي عادة ما تتشابه لغويا معرفة أصول الكلمة يساعد في فهم المقصود منها مثلا كلمة principles في اللغة الإنجليزية جذورها ترجع للكلمة اللاتينية principian التي تعني المصدر وبالتالي المصطلح المركب الشائع في الفيزياء principles of physics اللي عادة ما يستخدم للإشارة للقوانين الأساسية للطبيعة يصبح أكثر وضوحا عند فهمنا لجذور كلمة principles أي مصدر الفيزياء طريقة أخرى لوضع مفهوم لمصطلح ما هو محاولة ربط المعرف بمجموعة من الأفعال أو العمليات التي يمكن وصفها بوضوحه هذا النوع من التعريفات يطلق عليه التعريف من خلال العمليات operational definition عالم الفيزياء الأمريكي بيرسي بريجمن في كتابه المهم منطق الفيزياء الحديثة The Logic of Modern Physics اللي نشره سنة 1927 حدد هذا النوع من التعريفات للمرة الأولى مثلا مع ظهور النجاح الكبير اللي حققته نظرية النسبية العامة لأينشتاين أصبح من غير الممكن تعريف المكان والزمان من خلال نفس الطرق المجردة اللي استخدمها نيوتن مسبقا وبالتالي تم استبدال تعريف المصطلحات بتعريف آخر من خلال العمليات أي من خلال العمليات التي تقوم بها عند قياس المسافة أو الوقت التعريف من خلال العمليات إن كان المصطلح يمكن تطبيقه في حالة ما فقط إن كان أداء عمليات معينة ينتج نتائج محددة مثلا القيمة الرقمية لطول ما من الممكن تعرفها من خلال العمليات بالإشارة لعملية قياس محددة وهكذا لكن فقط العمليات العامة التي ينطبق عليها معامل التكرارية من ممكن قبول تعريفات من خلال العمليات لها على أي حال في كل أنواع التعريفات اللغوية النوع الأكثر تطبيقا هو التعريف من خلال الأجناس والفروقات وهو الأهم في التعريفات المفهومية وهو النوع الذي يعتمد عليه بكثرة في وضع تعريف مفهومي للكلمات التعريف بالأجناس والفروقات التعريف بالأجناس والفروقات يعتمد مباشرة على مفاهيم المصطلحات وفي بعض الأحيان يطلق عليها التعريفات التحليلية في بداية الحلقة أشرنا إلى أن التعريفات من خلال المفهوم تبحث عن الخواص المشتركة بين مجموعة من الكائنات أو الأشياء الكائنات لها خواص عديدة ومعقدة أي أن من الممكن تحليلها إلى عدة خواص أخرى التعقيد في الخواص يمكن فهمه في صورة فئات Classes والكائنات والأشياء التي تندرج تحت تلك الفئات أو لها عضوية في تلك المعلومات والفئات يندرج تحتها فئات فرعية أخرى Subclasses مثلا فئة المسلسات تعبر عن كل المسلسات من الممكن تقسمها إلى فئات فرعية زي المسلسات متساوية الأضلع المسلسات متساوية الزوايا المسلسات متساوية الساقين إلى آخره الفئات التي يندرج تحتها فئات فرعية أخرى يطلق عليها Genes Genes والفئات الفرعية يطلق عليها الأنواع Species تأمل الأمثلة التالية واحد النوع تلج الفصيلة الماء الفرق متجمن اتنين النوع ناطحة سحاب الفصيلة المباني الفرق عالية جدا تلاتة النوع زوج الفصيلة رجل الفرق متزوج العلاقة بين الجنس والنوع مثل العلاقة بين الأباء والأبناء الفرد قد يكون أب في علاقة مع أبنائه لكنه في نفس الوقت ابن في علاقة مع أبويه في نفس الصورة فئة معينة قد تكون جنس بالنسبة لفئات فرعية منها لكنها نوع بالنسبة للفئات التي تحتويها مثلا في المثال السابق المسلسات جنس بالنسبة لفئات المسلسات الفرعية زي المسلسات متساوية الأضلعة ولكنها في نفس الوقت أحد أنواع جنس المضلعات لو كنت قرأت أو دراست علم الأحياء أكيد ملاحظ أن استخدام علماء المنطق لمفهوم الجنس والنوع مختلف عن استخدام علماء الأحياء له علماء الأحياء يستخدمون المصطلح بشكل ثابت غير نسبي على أي حال الفئة class هي مجموعة من الكائنات لها مجموعة مشتركة من الخواص ولهذا كل الأعضاء في جنس ما لهم نفس المجموعة المشتركة من الخواص كل أعضاء فئة أو جنس المضلعات تشترك في خاصية أنها مسطحات مغلقة تحدها مجموعة من الخطوط المستقيمة المتقطعة هذا الجنس يتكون من مجموعة من الفئات الفرعية أو الأنواع أعضاءها يشتركوا في نفس الخواص الجنس المضلعات لكن لديهم مجموعة أخرى من الخواص تميزهم عن باقي الأنواع أو الفئات الفرعية الأخرى مثلا الأنواع تحت جنس المضلعات قد تكون الأشكال المثلثة الأشكال المربعة والأشكال المثدسة إلى آخره عضو في نوع الأشكال المربعة يختلف عن عضو في نوع الأشكال المثلثة في أنه مسطح مغلق تحده أربع خطوط مستقيمة متقطعة أما المثلث مسطح مغلق تحده ثلاث خطوط مستقيمة متقطعة فقط الخصائص اللي بتميز أعضاء فئة فرعية أو نوع عن آخر تحت نفس الجنس يطلق عليها الفروق المحددة specific difference إذن من الممكن تحليل خواص الأشكال المربعة لمجموعة من الخصاص واحد إنها مضلعات اتنين لها أربع أضلع بالنسبة لفرد لا يعرف معنى مصطلح المربع أو أي من مرادفاته لكنه على دراية بمعنى أو مفهوم المضلع الضلع ورقم أربعة يصبح معنى مربع مفصر أو مفهوم بالنسبة له من خلال التعريف بالجنس والفروق كلمة مربع تعني مضلع له أربع أضلع خليني أطرح مثال أكثر صعوبة فكر في تعريف رقم أولي prime number الرقم الأولي هو أي رقم طبيعي أكبر من الرقم واحد ويمكن قسمته على نفسه فقط دون باقي كي نطرح هذا التعريف من خلال الجنس والفروق أولا لابد أن نحدد الجنس الذي يندرك تحته تعريف هذا المصطلح ثانيا تحديد الفروق المحددة للفئة الفرعية التي يقع تحتها التعريف وتميزه عن باقي الأنواع الأخرى تحت هذا الجنس من خلال تعريف الرقم الأولي الجنس هو الأرقام الطبيعية أكبر من واحد أي واحد اتنين تلاتة أربعة إلى آخره الفرق المميز هو قابلية القسمة فقط على نفسه أو واحد دون باقي الأرقام أي الأرقام اتنين تلاتة تمسة سبعة إلى آخره أرجو أن يكون أصبح واضح بالنسبة لك أن التعريف من خلال الجنس والفرق حاسم ومحدد لكن بالقطع الطريقة فيها بعض القصور أولا التعريف بتلقى الطريقة ينطبق فقط على المصطلحات التي لها خصائص معقدة من الممكن تحللها كما في الأمثلة السابقة ثانيا الطريقة لا تصلح إن كانت خصائص المصطلح كونية مثلا كلمات زي الوجود المائهية الكائن لا يمكن تعرفها من خلال الجنس والفرق لأنها كلمات كونية عامة لا يوجد جنس يشملها مثلا ما هو الجنس الذي يشمل كل الكائنات لا يوجد الفئات الكونية universal class هي أعلى درجة من الفئات في قمة الهرم التصنيفي ويطلق عليها علماء المنطق أحيانا الجنس الجامع نفس الفكرة تنطبق على المصطلحات الميتافيزيقية مثل المادة الخاصية إلى آخره لكن الإشكاليات دي عادة لا تشكل عائق أمام استخدام طريقة التعريف من خلال الجنس والفروق في غالب الوقت وتصبح مادة خصبة للدراسة في ما وراء الطبيعة وعلم الوجود ارجع لسلسلة ما وراء الطبيعة وضع تعريفات من خلال الفئة والفروق مهمة ليست بسيطة بكل تأكيد لأنها تتطلب اختيار الفئة أو الجنس المناسب لوضع المصطلحات محل التعريف تحته بالإضافة لتحديد الفروق المميزة بوضوح لهذا المصطلح لهذا علماء المنطق وضعوا مجموعة من القواعد الأساسية من الممكن اتباعها لتسهيل تلك المهمة القاعدة الأولى يجب أن يحدد التعريف الخصائص الأساسية للأنواع أفضل طريقة لتعريف الخصائص الأولية هو من خلال المفهوم التقليدي والمألوف كما أشرنا سابقاً التعريف التقليدي أو المألوف ليس دائماً خاصية جوهرية في طبيعة الكائن أحياناً قد يعبر عن أصل الكائن علاقته بكائنات أخرى أو كيفية استخدام الكائن مثلاً مصطلح الحاكم لا يعبر عن خصائص جوهرية في الفرد الذي يقوم بدور الحاكم لكن الخاصية الأساسية للحكام هي من خلال طبيعة علاقتهم بالمواطنين أو مثلاً ليست خاصية جوهرية في الكرسي أن يكون مصنوع من الخشب لكن استخدامه للجلوس القاعدة الثانية التعريف يجب أن لا يكون دائري لو ظهر المعرف في التعريف إذن المعرف يستخدم لتعريف نفسه أي دائرة مغلقة للتعريف التعريف الدائري غير صالح لوضع تعريف لأنه يعتمد على نفسه في دائرة غير منتهية مثلاً أحد العلماء عرف الإجهاد على أنه تغير كيميائي حيوي أو فيسيولوجي أو تغير سلوكي يتعرض له كائن حي استجابة لضغط أو إجهاد استخدام نفس المصطلح أو أحد مرادفاته في التعريف يؤدي لتعريف دائري غير صالح مثال آخر أحدهم عرف العلم على أنه النشاط الذي يقوم به العلماء والعالم هو أي فرض يقوم بنشاط العلم أكيد الدائرية واضحة لك بين التعريفين دول القاعدة الثالثة التعريف يجب أن لا يكون واسع جداً أو محدود جداً القاعدة دي سهلة الفهم لكنها صعبة التطبيق التعريف لابد أنه ينطبق فقط على الأشياء التي يدل عليها لا أكثر ولا أقل من طرائف تاريخ الفلسفة مثلاً أحد أتباع أفلاطون في أحد المحاضرات عرف الرجل على أنه كائن له قدمين وبدون شعر فقام أحد الطلاب الآخرين بنزع ريش دجاجة وألقاها أمامه التعريف كان شديد الاتساع وبالتالي من السهل إيجاد ثغرة أو كائن يدل عليه التعريف لكنه ليس فعلاً من ضمن مجموعة الكائن القاعدة الرابعة لابد من عدم استخدام لغة غامضة ملتبسة أو مجازية في التعريفات القاعدة دي واضحة لأن التعريف الذي يستخدم لغة غامضة أو غير واضحة المعاني تحت أي سياق لا تساعد على وضع تعريف للمصطلح أو استخدام لغة ملتبسة معانيها تحتمل صور مختلفة حسب السياق أيضاً يؤدي إلى عدم وضع تعريف محدد اللغة المجازية من الممكن أن تعبر عن مشاعر الفرد حيال الكائن المعرف لكنها لا تساعد في فهم معنى المصطلح مثلاً لن نعرف الكثير عن الخبز لو وضعنا تعريفه على أنه وقود الحياة أو أن الجمل هو سفينة الصحراء لكن التعريفات البلاغية ليست مصدر الغموض الوحيد مثلاً تعريف الكلمات بشكل غير محدد أو قاطع يفتح الباب أمام الغموض في اللغة الديمقراطية هي أحد صور الحكم تضع السلطة في أيدي الشعب التعريف تفاض وغير محدد من هو الشعب وأي سلطة وما هي درجة التحكم في تلك السلطة وكيف يمارس الشعب التحكم في تلك السلطة إلى آخره القاعدة الخامسة التعريف لابد أن لا يستخدم لغة النفي إن أمكن التأكيد أي إن ما يؤكده أو يدل عليه المصطلح أفضل من وصفه من خلال ما لا يدل عليه المصطلح للسبب اللي أرجو أن يكون بديهي وواضح بالنسبالك وهو أن غالباً المصطلح سيدل على عدد أقل من الأشياء في مقابل الأشياء التي لا يدل عليها مثلاً قطعة من الأثاس ليست مكتب ليست سرير ليست مكتبة لا تعرف مصطلح الكرسي ولا تعرف مصطلح الدلاب أكيد الصورة وتحطلك الهدف هو تعريف الكائن من خلال ما يدل عليه وليس من خلال ما لا يدل عليه إن أمكن هذا وشرط الإمكانية نتيجة لأن هناك بعض الحالات لن يمكن فيها هذا تلأن هذا النوع من المصطلحات أعادة ما تكون سلبية في طبيعتها مثلاً مصطلح الأعمى هو حالة فقدان البصر عند الفرد أو اليتيم إنسان ليس لديه أبوان إلى آخره الأحيان التي يستخدم فيها التعريف بالنفي نبدأ بتعريف الجنس بشكل إيجابي وبعد هذا من الممكن رفض كل الأنواع التي لا ينطبق عليها التعريف تحت هذا الجنس لكن هذه الطريقة تنجح فقط إن كانت كل الأنواع أو الفئات الفرعية قليلة العدد إن كان الجنس يحتوي على عدد كبير من الأنواع تصبح مهمة التعريف بالنفي شقة وبالغة صعوبة صحة الحجج الاستنتاجية لا تعتمد على مهتواها لكنها قائمة على هيكل وتركيب الحجة معنى المصطلحات المستخدمة في صياغة قضايا الحجة يلعب دور محوري في حقيقة أطروحتها وإدراكنا لمفهوم الحجة بدون المعاني اللغوية الواضحة لا يمكن صياغة حجج صحيحة لأن معناها سيصبح غير واضح وقد يساء فهمها بفهم ظاهرة المعنى في التركيبات اللغوية وتحديد الصور التعبيرية الغير واضحة مثل الغموض، الالتباس، الإبهام، النقصان، والتعبيرات العاطفية والبلاغية الغموض ينشأ من تعدد احتمالية المعنى في الجمل أما الالتباس ينشأ من عدم مضوح حدود الاصطلاح في حين أن الإبهام ينشأ عند فقدان المعنى الجوهاري للمصطلحات والنقصان يظهر حين تخفي المصطلحات وراءها إشارات قائمة على سياق الكلام السابق وأخيرا الجمل والتعبيرات العاطفية والبلاغية تترك آثار عاطفية في عقل المتلقي وبالتالي تؤثر على موضوعية الحجة وحياديتها كل هذه المشاكل الناشئة عن اللغة والمعاني الغير واضحة لابد من تجنبها قدر المستطاع إن كنا فعلا نبحث عن الحقيقة عند صياغة أو تحليل الحجج المنطقية لكن دراست المعنى في اللغة ليست دائما دراسة للسلبيات لكنها أيضا دراسة لوضع الطرق المنهجية لصياغ التعريفات ومعاني محددة للمصطلحات اللغوية المعنى يكتسب مما تشير إليه الكلمات لكن ليست كل الأشياء يمكن الإشارة إليها أو عدها وبالتالي يتعدى المعنى مفهوم الإشارة لما له وجود في الواقع وتصبح أساليب وطرق وضع التعريفات جوهرية لصناعة المعنى اللغوي وبناء حجج منطقية تحمل معاني حقيقية في مناقشات البشر اللغة هي وسيلة الاتصال الأولى تشكيل الجمل التعبيرات القضايا وطرح المعلومات وإيصال المشاعر كلها بعض من وظائف اللغة اليومية لكن وظيفة اللغة الإخبارية والمعلوماتية هي ما يهتم به علم المنطق في الأساس القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن الفيلم الأمريكي غير مخطط له Unplanned اللي تم عرضه عام 2019 ومأخوذ عن قصة حقيقية عن حياة أبي جونسون مديرة عيادة تنظيم الأسرة وتحولها اللاحق إلى نشاط مكافحة الإجهاد الفيلم كان مصار للجدل واحتجاجات عديدة من المدافعين عن حق المرأة في تقرير مصرها داخل الولايات المتحدة ورفضت معظم القنوات التلفزيونية ترويج إعلانات له الفيلم في الحقيقة مليء بالمناظر والصور الدموية ولا أنصح ضعاف القلوب بمشاهدته لكن الأهم من هذا هو اعتقادي أن الفيلم بيطرح حجة ضد الإجهاد لكنه بيستخدم لغة عاطفية تؤثر على أحاسيس ومشاعر المتلقي خصوصا النساء وتشل العملية المنطقية تماما في عقل المتلقي للتفكير بدقة بالطرح الذي يقدمه الفيلم الحقيقة سواء كنت معه أو ضد الإجهاد قبل مشاهدة العمل بعد المشاهدة غالبا ما سيتركك الفيلم في حالة كئيبة يصعب معها أن تتقبل أي نوع من الحجج العقلانية وهذه الصورة بالضبط هي ما يحاول علماء المنطق تجنبه عند وضع الحجج المنطقية استخدام لغة غير واضحة غمضة وملتبسة مثل تحرك الجنين أو داعم الحياة واستخدام تصوير عاطفي يؤثر على مشاعر المتلقي مثل قتلة الأطفال يغلق الباب أمام أي صورة من التفكير العقلاني أو المنطقي الصورة المنطقية التي نسعى إليها عند منقشة قضية بتلك الحساسية هي التجرد من الطرح العاطفي واستخدام لغة موضوعية لتقرير الحقائق وتقييمها واستخدام الطرق والأدوات المنطقية والتجريبية لتفنيت تلك الحجج للوصول للحقيقة أيا كانت صورتها ودلوقتي فكر في معاني الكلمات والتعبيرات التي تستخدمها يوميا ما هي وظيفة اللغة في الاتصال البشري وهل التعبيرات اللغوية دائما دقيقة موضوعية وإن كانت الإجابة بالنفي هل نسبية اللغة تلعب دور في عدم مضوحها ما هو تأثير الغمود والالتباس اللغوي على صياغة التعريفات وهل من الممكن صياغة حجج صالحة استخدام لغة مبهمة أو ناقصة فكر تاني في الحلقة الجاية سنضع الحجج المنطقية تحت مجهر الاختبار ونقترب أكثر من تركبها وهيكلها عن إعادة الصياغة مخطط الحجج جداول الحقيقة وتحليل الحجج المنطقية هنتفلس في المرة الجاية من دلوقتي الحلقة الجاية يعيش الحياة بفلسفة ترجمة نانسي قنقر